خطوة أخرى لامتصاص غضب أعوان الحرس البلدية بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهو اللقاء الذي تمخضت عنه جملة من الإجراءات هذا الاجتماع هو ثمرت الحوار كما سبق وأن ذكرنا الذي هو مستمر بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبين ممثلي سلك الحرس البلدي اللقاء الذي يأتي في وقت تشهد فيه التنسيقية الوطنية انقسامات داخلية بعد تأسيس المجلس الوطني لأعوان الحرس البلدية مجلس الوطني للحرس البلد الذي كان يهدف لتلت نقاط رئيسية وهي تنحية المنصق الوطني إنشاء مجلس وطني للحرس البلدي بديل للتنسيقية الوطنية ونطلب من الوزارة الوصية اعتماد هذا المجلس للهجة الاحتجاج في حال إسرار الوزارة على التماطل في تحقيق المطالب المرفوعة التطمنة التي قدمها وزير والداخلية بشأن دراسة مطالب أعوان الحرس البلدية تبقى تنتظر الفرج رغم مرور سنوات على طرح الملف